عرقسوس ولا تمرهندي؟ واحدة من أكبر جدليات رمضان تبدأ مع بداية الشهر الكريم وما بتنتهي إلا بنهايته بينتقل الصراع والمواقع التواصل الاجتماعي ليوصل لصفرة العين الوحدة يلي بين اسمه أفراده بين المشروبات الرمضانية يلي بيحب العرقسوس، يلي بيحب الجلاب ويلي بيحب التمرهندي والضحية دائما بيكون الأب يلي بيحتار بين أفراد السرطة كله لك يا صيب كله لك يا صيب كله لك يا صيب كله لك يا صيب يحبك والله تمرهندي وجلاب أكتر شي والصوص طبعا هذا لحاله هذا قصة لحاله شو قصته السوصات لك؟ والله ما بعرف يعني في عالم كيرو تحبوه في عالم بنوب ما بتحبوه اللي بيحبوه شو وليش بيحبوه برأياني والله ما بعرف يعني أنا اللي بعرفه إنه هو عبارة عمية بطاريات ما بعرفش بيحبوه انت عبت بيعه بتقول مية بطاريات؟ والله أنا بالنسبة لي لي هيك يعني إنه على عدمه هو غليز عدمه شغله أغلاص أصعب شي شغل العرقسوه؟ لأنه بدك تفيقي من الصباح وتفركي وفوني صايمة وقتل علي غبرة بوشة ورد تحطي بالشمس والله الجو كماني على شتي ما في كتير شمس وردك تسني نقطة الشمس وردك تفتعي عليهم المي شوي شوي لحتى يتعبى البرميل يعني شغلته سئلة وطعمته أسعط ما بحبش العرقسوه؟ ريحتو كده ما بتحبينيش له ريحة أنا من عشاق السوس أنا هيك طيب إنه بعد قدرنا المغرب أول ما قدرنا المغرب يعني بعد ما تأكل التمر إنه طيبة السوس بتروي القلب يعني هاي بعد العرقسوه ما شك تشرب غيب عليك بس بعدها نبلش أكد لأنه بعد عرق السوس ما فينك تشرب الشيء بمامر تمك يعني تمر الهندي ما بنشرب والعصير ما بنشرب بعد السوس هتحكي عشو طلن شوف هتحكي عالتمر الهند يقصم اللجن لا بحسم السوس ما بيتاكل السوس حتى متل طعمة الجابية ما بتحبوه؟ لا على الكبت ليه؟ ما بنشرب؟ ليه ما بنشرب؟ شو طعمته؟ صابون، طراب الأساسي عرق السوس بنادي على الجلاب جلاب للأحباب في مصر بيقولوا جلاب لأ آآ رح كلمة حلوة وبتلفت نظر الزبون أكتر شي بيشربوا وبتلبوا من عندك مشروبات شو؟ العرق السوس والجلاب في مصر في نفس المشروبات مثل سوريا؟ والخروب والدوم والحاجات دي كلها بس برمضان؟ برمضان آآ آآ جميل، العرق السوس كله شف ليه كله شفا؟ والله ده عن عالم فرنسي قالك مصر فيها عرق السوس وفيها كمية الأمراض دي ازاي؟ التوت والتمر الهندي والعرق السوس؟ طبعا يلو شربته الخاصة بس أكثر شي ذو الصغار كبار يشربونه شكلك ما بتحب العرق السوس؟ لا ليه؟ ما، التمر الهندي أكثر طب ليش بس برمضان هاي المشروبات نشوفها؟ هي مرتبات لأنا من واحد طول النهار صاهم قلبه نشفا بشرب له كاسة الشراب بيروى شوي بس هادة شراب هادة أفزع شراب بالتهريق هذا هادة شو هادة؟ هادة سوس هادة هادة لأنه بلا سكر آآ ليش؟ ايه؟ هادة سبحان الذي خلقه هادة هادة يعني اللي معه ضغط هجا ضغطه صفر بصير خمسة عشر باختصار العرق سوس فيه ناس تتغنى بحلاوته وفيه ناس ما بترغبون نهائيا لكن للأمانة العرق سوس فيه له تاريخ طويل وقديم يعني بيرجع لـ 2300 سنة قبل الميلاد وبالصين تحديدا وقت اللي قرر فيه الامبراطور الصيني انتاج شراب من النبتة بسبب مفعولها السحري بتقوية المسلمون أما الرواية الثانية فبتقول أنه المصريين القدماء والبابليين هن الأول من اكتشفوا النبتة وعملوا منها شراب قبل الميلاد بـ 1400 سنة وكانوا الأطباء الفراعنة بيخلطوها مع الدواء المر لتحسين طعمه بسبب الحلاوة الشديدة يلي بيتميز فيها العرق سوس هلأ النعمة بتساوي كل السنة المعروف بتساوي كل السنة بس عالطلب مثل البريوش المجدول المجدولة مثال عندك التمر عطول البريوش الحليب الجالكسي موجود عطول فيه اللوتوس كمان موجود على طول فعرفي لوتوس هلا؟ اناكا والطوري رمضان يمتازون بس مشروبات معينة كمان فيه أكلات ما نشوفها إلا بالشهر الكريم مثل المعروك والناعم هاي الأكلات والمشروبات صارت طقس من طقوس السوريين اللي بياخدوها معهن ورمحلوا وارتحلوا